موسيقى وأحب في هذا المقطع أن أبين لأحبابنا ومن يتابعوننا أن الحلم من الشيطان وأن الشيطان حريص على أن يفزع بني آدم وأن يخيفهم فهو يتربص بهم في حال اليقضة ويتسلط عليهم في حال النوم فإذا رأيت في نومك شيئا يخيف ويفزع رأيت أنك تحترخ أو أن ثعبانا يلذغك أو أنك تغرق أو أنك سقطت أو فشلت في مشروع من المشاريع أو غير ذلك من الأحلام المفزعة المزعجة فعليك أن تتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بينه للأمة في التعامل مع هذه الأحلام المفزعة فعليك أولا أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والاستعاذ التجاء إلى الله وفرار إليه لأنك تجد الأمان وأنت قريب من الله وإذا دافع الله عنك لن يهزمك أحد وإذا كنت قريبا من الله لن يضرك شيء أول شيء ينبغي أن تقوم به إذا رأيت في نومك ما يخيف ويفزع أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم الأمر الثاني أن تبسق وأن تثفل عن يسارك ثلاثا أن تحرص بعد الاستيقاظ وبعد هذا الفزاع الذي يقع بعد أن ترى ما رأيت أن تحرص على أن تبسق أو أن تثفل عن يسارك ثلاثا ثم الأمر الثالث أن تتحول عن جنبك الذي كنت عليه فإذا كنت نائما على شقك الأيمن تحول إلى النوم على شقك الأيصر وإذا كنت نائما على شقك الأيصر فتحول للنوم على شقك الأيمن وإذا كنت مستلقيا على قفاك وعلى ظهرك وعلى بطنك تحول وغير وضعية نومك التي كنت عليها في حال رؤية ما يخيفك ويفزعك الأمر الرابع لا تحدث أحدا بما رأيت إياك أن تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيته إنما هو تخويف من الشيطان وإنما هو حرص من الشيطان على أن يلقي الحزن والهلع والرعب والخوف من قلبك لا تهن ولا تحزن فأنت مؤمن لا تخبر أحدا لا صديقا ولا عدوا لا قريبا ولا بعيدا تجاهل ما رأيته طبق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الخامس وهو الأفضل والأولى والأكمل والأعلى أن تقوم من فراشك وأن تتوضأ وأن تصلي ركعتين وأن تستعيد بالله من شر ما رأيت هذه خطوات خمسة إذا سلكتها واتبعتها تكون قد أديت الآداب النبوية في التعامل مع الأحلام المزعجة والمفزعة ترجمة نانسي قنقر